تبعتم قبل قليل حديثنا حول المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برئيس الفلسطيني محمود عباس هذه المكالمة التي حملت كل الشكر والعرفان والامتنان للجزائر على مواقفها المتتالية سواء في مجلس الأمن أو المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى فلسطين وهذا يدل على عمق العلاقات التي تربط بين الجزائر وفلسطين كذلك كما أن رئيس الوزراء الفلسطيني سيكون في زيارة رسمية إلى الجزائر هي أول زيارة له منذ تنصيبه بعد أغيد الفترة صحيح طبعا هذا الاتصال الهاتفي وليس فقط شكر لفخامة الرئيس هو التقدير لمواقف الجزائر الثابتة والتاريخية الداعمة لشعبنا الفلسطيني كذلك الرئيس محمود عباس يكون منذ 7 أكتوبا منذ العدوان على شعبنا الفلسطيني والإبادة التي تعرضت لها شعبنا الفلسطيني في غزة والعدوان على كل مدننا الفلسطينية سواء في الضفة أو في القدس وحتى مناطق فلسطين عام 48 هو نتاج الجهد السياسي وكذلك جهود الدبلوماسية والسياسية التي يقودها فخامة الرئيس عبد المجيد تبون هذا يجب أن يقدر وخاصة أن رئيس الجمهورية في الكاهل الإعلامي الأخير قال أن هذا أضعف الإيمان لكنه بالعكس بالنسبة لنا كفلسطينيين هو كان قوة الموقف خاصة في ظل خذلان عربي وفي ظل خذلان دولي وخاصة في ظل المعايير الدولية التي تختلف كل يوم بين الليلة وتمضحهاها كل المواقف التي نلاحظها خاصة في ظل عدوان هناك مؤامرة على شعبنا الفلسطيني هناك مؤامرة على القيادة الفلسطينية هناك مؤامرة لشطب القضية الفلسطينية وأن تكون حلول جانبية هنا وهناك يعني موقف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون موقف تاريخي يثمن له يثمن لدور جزائر تاريخي لا ننسى أن القضية الفلسطينية أول لما استقلت الجزائر في عام 62 كان أول مكتب لفلسطين في العالم تحت مكتب فلسطين وقاده الشهيد خليل وزير أبو جهاد رحمه الله في الجزائر في عام 63 ومن هذا المكتب انطلقت علاقتنا الدولية نحو الصين ونحو الدول العربية والدول الإسلامية والعالم فبالتالي حتى انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في routing 1.1.65 كانت بسلاح الثورة الجزائية الذي كان في مخازن في سوريا وبالتالي حتى انطلاق الثورة الفلسطينية كان بسلاح جزائي الثورة الفلسطينية المعاصرة في عام 65 كذلك تلقت دعم سياسي ومدّي ودبلوماسي من الجزائر لا ننسى من أدخل رئيس ياسع عرفات المتحدة هي الدبلوماسي الجزائرية لا ننسى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد كان دور كبير لرئيس الراحل هوايب مدين عندما كان نحن مع فلسطين طالما مظلومة وفلسطين هي الإسمنت المسلح الذي يجمع هذه الأمة وهي الديناميتة الذي يفجر هذه الأمة فبالتالي مواقف رئيس الجمهورية حفظه الله هي تأكيد على مواقف الجزائر التاريخية منذ رئيس أحمد بن بلا إلى رئيس هوايب مدين إلى كل بواسعة حتى أيام رئيس شادني بن جديد معقدة مجلسنا الوطنية الفلسطينية على أرض الجزائر وتم إعلان الدولة الفلسطينية من الجزائر في 15-11-88 مواقف ثابتة مواقف ثابتة جددها الرئيس وأنا أريد أن يحكي شهادة للتاريخ مواقف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد التابون وأكثر مواقف كل رأسا لما؟ لأننا في وضع دولي خطير في وضع دولي يستهدفنا كدولي يستهدفنا كأمة يستهدفنا في تاريخنا وفي مستقبلنا وفي حاضرنا فبالتالي عندما نقال مثلا الرئيس هواي بمدين عندما قال نحن مع فلسطين ظلمة وظلومة كان في جو عالمي هناك حركات التحرر والجزائر كانت قبل الأحرار لكن أن يأتي رئيس الجمهورية في ظل هذا العالم وفي ظل خذلان عربي في ظل تطبيع عربي في ظل أمة عربية مشردمة في ظل عالم كله بين قوسين هو عالم حقيقي يتأمر علينا على المباشر نظرنا بعد السابع أكتوبر الكل أدالي عند الاحتلال وكانه يواسيه وكان أصبحت فلسطين هي التي تحتل دولة الاحتلال لكن موقف الجزائر كان مخالف موقف الجزائر ظل ثابتا لم يتغير موقف يسجل وهو أقوى موقف لأننا في المرحلة التاريخية نحن في مرحلة صعبة فبالتالي كل التقدير والاحترام للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا لكل مواقفها التاريخية حتى المساعدات التي تصل إلى فلسطين سواء الهلال الأحمر الجزائري وكذلك بطائرات عسكرية لاها مدلولها ولاها مقصودها ونحن نشكر كل كيادة الكوات الجوية الجزائرية وحتى على رأسهم الوزير الدفاع وهو رئيس الجمهور اشتركوا في القناة